نظم المجلس الأعلى لتقافة مائدة مستديرة تحت عنوان الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد وذلك بهدفه وضع أطر تنظيمية للإعلانات التجارية في الخريطة البرامجية للقنوات المصرية وخرجت المائدة بعدد من التوصيات للإعلانات منها ملاءمتها للدوق العام والمجتمع والبعد عن المساس بالدين والعقيدة وعدم التطرق إلى ألفاظ تخدش الحياة العامة الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد عنوان المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة بحضور عدد من رموز الإعلام والصحفيين بهدف وضع أطر تنظيمية للإعلانات التجارية في الخريطة البرامجية للقنوات المصرية والحقيقة روعت المائدة المستديرة المتبنية المجلس الأعلى للثقافة ولجنة الإعلام تعمل التوازن بين إيه هو الإعلام المطلوب إيه هو مواصفات الإعلان المفيدة للناس إيه حقوق المشاهدين بالنسبة للإعلام فيه ثلاث حاجات المشاهد ياخد باله منهم هو بيشوف أي خبر أو أي مادة إعلامية بيتفرج عليه يسأل نفسه ثلاث أسئلة الخبر الموجود ده سلبي أو إيجابي يعني بيقول حاجات مبشرة ولا حاجات بيهاجم حد نمرة اتنين من المسؤول المصدر الخبر جاي منين نمرة ثلاثة من المستفيد من الخبر في إطار الاهتمام بإقامة المائدة المستديرة حول الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد الحقيقة ده بيركز على نقطة مهمة جدا وهي لابد إنه المخطط والقائم بالاتصال يفرق بوضوح وبشفافية وبصراحة للمشاهد ما بين ما هو مادة إعلانية وما هي مادة إعلامية خبرية برضو لازم نفرق ما بين ما هو خبر وما هو تعليق وده مهم جدا إنه بيحدد مثلا دور مقدم البرنامج في البرامج الحوارية المائدة المستديرة خرجت بعدد من التوصيات للإعلانات منها أن يكون الإعلان ملائما للذوق العام والمجتمع وأن يكون بعيدا عن المساسة بالدين والعقيدة وعدم التطرق إلى الألفاظ التي تخدش الحياة العامة فيه تدخل كبير بين العمل الإعلاني والعمل الإعلامي ويجب أن يكون هناك فصل كامل بين العملين المحتوى ده خدمة بتقدم للمشاهد إنما الإعلان هو سلعة بتباع بهدف الترويج والتسويق حين تدخل شركة الإعلانات في الأعمال البرامجية والأعمال الضرامية أعتقد أن هذا بيبقى خطأ كبير ولا يحدث الحقيقة في كل دول العالم طلب الحضور بضرورة وضع الإعلانات التجارية أو حتى الإعلانات التسويقية تحت رقابة المجلس الأعلى للإعلام قبل خروجها على الجمهور لضمان سلامة المحتوى المقدم للمشاهد محمد الخطيب التلفزيون المصري